وقالت بكيني نتفاشي باع كوفيد 19 الأخير في المدينة قد بات الآن تحت السيطرة ترتبط العطوى الجماعية الأخيرة مباشرة بسوق شنفادي للمنتجات الزرعية للبيع بالجملات في جنوب غربي المدينة قال مسرون في الجهات الصحية إن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس قبل إغلاق سوق آخذ في الانخفاض وابلغت العاصمة الصينية يوم الثلاثة عن سبع حالة إصابة مؤكلة جديدة ليسر إجمالي الحالة إلى 256 شخصا في 13 يوما مضت و253 حالة منهم مرتبطة بسوق شنفادي